ماكرونو العاصفة الاستوائية الهائجة تضرب سواحل محافظة المهرة اليمنية هذه العاصفة ألقت بظلالها الثقيلة على حياة ومنازل كثير من سكان مديرية حوف شرقي المحافظة وبعد ساعة من إعلان حالة الطوارئ في المديرية سيرى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة مساعدة إغاثية عاجلة لجبر ضرر المواطنين هناك هذا التدخل الإغاثي يستفيد منه نحو 1800 شخص من المنكوبين والنازحين والمتضررين الذين يعانون شحا كبيرا في المياه ومواد الغذاء والإيواء رفع الجاهزية القصوى واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح ما أحدثته العاصفة من أضرار على البنية التحتية هو ما تسعى السلطات إلى تحقيقه رغم شحة الإمكانيات التي تستدعي مثل هذه التدخلات الإغاثية والإنسانية لإنقاذ ما يمكن وإنقاذه عبد الرحمن بن عطية الإخبارية محافظة المهرة